تتواصل عملية نقل حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية صافر من النفط الخام إلى النقلة البديلة بعد انقضاء خمسة أيام فقط على بدء التفريغ الذي يقدر أن يستغرق نحو ثلاثة أسابيع بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة من جهته قال مدير البرنامج الإنمائي في اليمن كيم أشتاين في تغريدة له على تويتر أن الفرق تمكنت من ضخ مائتين وثلاثة وعشرين ألف برميل بأمان مؤكدا أن العمل ينضي بوتيرة عالية بحسب وصفه يشار إلى أن عملية انقاذ نقل صافر عملية معقدة ودقيقة تنفذها الأمم المتحدة لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسرب نفطي في تاريخ البشرية بحسب المنظمة الدولية انضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري صباح الخير خليل يعني لو تضعنا في الصورة أين أصبحت عملية التفريغ المعقدة بحسب وصف الأمم المتحدة يعني الآن محمد وفقا للأمم المتحدة فإن هذه العملية تكاد تقترب من تفريغ 300 ألف برميل منذ بدايتها الثلاثاء الماضي وفقا للخطة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة وبالتالي يمكن القول أنه حتى اليوم أن أمور تمضي بسلام تام وبأمان تام وفقا أيضا لتصريحات المسؤولين الأمميين المتابعين لهذه المسألة مسألة تفريغ النفط إلى الناقلة البديدة من سفينة صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة وبالتالي حتى الآن كل الجهود وفقا لكل المصادر تمضي بأمان تام ونحن الآن أيضا يمكن القول أننا أمام أو على طريق الخطوة الصحيحة الأولى لتفادي أكبر كارثة إنسانية أو أكبر عملية تسرب نفطي في البحر الأحمر وفقا أيضا للتصنيفات الأممية في حال لم يكن تم هذا الأمر بالشكل المتفق عليه والمعلن قبل خمسة أيام وبالتالي يمكن القول أيضا بأن هذه العملية ستستغرق حوالي 19 يوما وفقا للأمم المتحدة بعدها ستبدأ عملية أخرى وهي مرحلة تخريد إن صح التعبير أو تحويل سفينة صافر المتهالكة إلى خردة وذلك أيضا تجنبا لمزيد من التداعيات الكارثية البيئية وبالتالي سيؤدي هذا الأمر بعد إتمام هذه العملية إلى تجنب هذه الكارثة الكبرى التي من المقرر أو التي كان سيتأثر منها أكثر من 200 ألف من العاملين في مجال الاستياد وستتأثر فيها أكثر الاقتصادات البلدان التي تعتمد على النظام البيئي المشترك للبحر الأحمر ولكن الآن يمكن القول أنه تم على الأقل البدء بالخطوة الأولى لتفادي هذه الكارثة وذلك برعاية أممية مباشرة وبتوافق كافة الأطراف لكن المؤمل هو أن تمضي هذه الجهود بشكل جيد حتى يتم تجاوز هذه الكارثة هناك بعض المخاوف لا تزال قائمة من أي تعثر قد يواجه هذه العملية ولكن يمكن القول بأن الجهود تبدو ماضية بشكل دقيق وإن كان معقدا على طريق إنهاء هذه العملية كما يجب خلال ثلاثة أسابيع على أكثر تقديم وفقا للأمم المتحدة شكرا جزيلا لك مرسلنا خليل القاهري كنت معنا من صنعاء شكرا لك